موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ حلقتنا بالسلام رغبة واملا في ربنا ان شاء الله السلام يعم على كل منطقتنا العربية برحب بكل المشاهدي قناة تن وبالتحديد مشاهدي برنامج حكاية بنات الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي مفيش تأشيرة بتوقفها ولا في حدود بتقدر تمنحها الموسيقى هي اللغة اللي بيستوعبها وبيدركها إحساسك وقلبك قبل ما يفهمها عقلك أصلاً بدليل إن في أغاني كتير جداً 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 ممكن ما يبقاش فاهمين معناها زي مثلاً جانم ستايل أو أياً كان ديسباسيتو أغاني كتير جداً سمعناها وتفعلنا معها جداً وإحنا مش فاهمين أصلاً إيه المعنى بتاحة؟ هنا بيجي دور الموسيقى الموسيقى هي الحاجة اللي بتأثر في مشاعرنا وفي عواطفنا خصوصاً إن إحنا كعرب بصفة عامة إحنا شعوب عاطفية جداً كمان يبسط من بعض الإنفلوانسرز اللي لما حصل دعوات ليهم إنهم يا جماعة لو سمحتم بما إنكوا إنفلوانسرز مؤسرين في العالم احكوا للعالم الغار بحكايتنا احكوا مين الصح ومين الغلط بسطت جداً إن فيهم ناس كتير بدأوا يحكوا الحكاية بأغاني وعلى فكرة مش مطربين خالص اللي فيهم غنى للأطفال واللي فيهم غنى للكبار واللي فيهم غنى بطريقة مزيكة الأندر جراوند بس وصلوا الفكرة أو فيه فئة منهم وصلوا الفكرة بالموسيقى عشان كان عندهم إيمان قوي جداً إن هي قادرة تخترق كل الحواجز وتوصل لكل الناس ومن هنا نرجع بقى لحتتنا اللي احنا بنوارين فيها مصر دايماً ولادة مصر ما بيخلصش فيها المواهب ابتداءاً من أمه كلثوم لحد الأجال اللي طالعة دلوقتي اللي بنشوفهم وبيشرفونا في البرامج المواهب اللي بنشوفهم على السوشيال ميديا ومشاهدتهم بتعدي الملايين مصر ما بتبطلش طول الوقت تصدر مواهب غنائية وموسيقية بشكل عام طول الوقت طول الوقت إحنا قادرين إن إحنا ننتج أصوات كويسة وعلى سيرة الأصوات الكويسة في صوت جميل حقيقة لفت نظرنا في الأقوانة الأخيرة في إحدى مسابقات المواهب وقبلها كمان كان لفت نظرنا ساعة الندوة التسقفية اللي حضرها معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شكرا 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 إنه رغم انشغاله بحاجات كتير قد تبدو وهي فعلا مش قد تبدو هي فعلا أكثر أهمية وسط زحمته وزحمة اللي في دماغه والحاجات اللي هو طول الوقت مشغول فيها بس هو كمان حريص إنه يسمع ويشوف المواهب اللي طلع جديد منوراني ومشرفاني النهاردة ضيفتي العزيزة شيرين عبدون قلت محظوظا أنت يا شيرين أني كان لكي مشاركة في الندوة التسقفية اللي حضرها السيد الرئيس مضبوط عايزة بقى أبدأ من هنا عمتلا أنك تقفي قدام جمهور ده لي رهبة أكيد بس إن أنت تقفي قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتت عاملة إزاي؟ أول حاجة أنا بدأتش كلام غالص بس أول حاجة بجد أنا مستنعنا معاكي النهاردة وطبعا كلنا زعلانين باللي بيحصل وحقيقي أنا قلبي قلبي بجد مع فلسطين الدولة الحرة اللي هتفضل طول عمرها حرة ومحدش هيقدر هيقدر أبدا حتى لو إيه يحصل النبجات دي يجي جنبها وإحنا وراهم ومعاهم أنا مستنع أنا معاكي الشرحتين الوقفة طبعا مش قادر أتكلم عليها أنا قلت فعلا قبل كده أن أنا عناية دماعت طبعا غير أن أنا جسمي كله كان بيتراش يعني قلبي ده كان بيعمل كده اللي هو لا خلاص بقى لقب جدا عناية دماعت فعلا وبسطت جدا وكنت مبسوطة بدا كان في المنارة الناس كلها قدامنا كنا قبرت كبير بيغني كان طبعا مواهب وزارة الشباب ورويوضاف إحنا كنا كتير قوي فبجد كان شرف لنا فعلا كلنا بس الإحساس طبعا حاجة تانية يعني طب قولي لي أنت أصلا بدايتك في المزيكة كتعاملة ازاي يعني بداية الخطوات الحقيقية كانت اللي هو ما قبل اللقاء بتاعك قدام السيد الرئيس أو الفقرة أو الغنية اللي غنيتها قدام السيد الرئيس الخطوات الحقيقية بتاعتك بدأت منين؟ بدأت طبعا من السوشيال ميديا يعني أنا أصلا كنت برايفت جدا أنا حياتي كان برايفت لدرجة أن أنا ما كنت عاملة الأكاونت بتاعي برايفت وبغني الأصحابي في المدرسة مثلا كده ما كانش عندي الجرء أن أنا أطلع وغني قدام الناس وكده فمرة كنت قدامك جامعة فعملت فيديو فتصور فلاقيته جاي بدخل على 2 مليون ما شاء الله ده وساعتها بقى أنا كنت صحابي هما اللي بيبعتول اللي هو إيه ده مش ده إنتي وأنا أصلا يعني درجة أنا ما كنتش بقى فتح اليوتيوب أشوفني بقى ما يعني؟ بس من ساعتها بدأت أتدامة بالسوشيال ميديا طبعا على التيك توك بقى بدأت أدخل التيك توك طبعا غنى بس أنا محتوية فعلا بس غنى يعني بس دي برضو من مميزات السوشيال ميديا طبعا الفترة اللي فاتت صلتنا الدوق على عيوب السوشيال ميديا بس هيا كمال ليها مميزات طبعا كل حاجة ليها مميزات وعيوب والسوشيال ميديا بجد بتأثر كتير قوي في حياة أيا كان موهبة أيا كان مطرب فنان بتأثر تأثير كبير قوي وجمهور هو اللي بيقول كلمته ده اللي أنا بقوله في الآخر بالزبط طيب تعالي بقى نسمع حاجة كده لفلسطين وحسسينا معيك طبعا الأغنية اللي بجد كلنا بنحبها على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا الأهل يا نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني هلا إن شاء الله بإذن الله قريب قريب هنزف الشعب الفلسطيني بالاغنية الجميلة طبعا كل تحية للمطرب صاحب الاغنية محمد عساف صوت قوي جدا وطبعا اغنية فزيعة عساف صوت مهم جدا وانا بشوف ان هو من اكتر الناس اللي اشتغلت على نفسها من المواهب الفلسطينية صوت مختلف صوت مميز قوي قوليلي انتي ايه رأيك في موضوع الاغاني الوطنية انا مثلا اقول لك رأيي عشان انا عايز اسمع رأيك في الحتة دي انا بشوف ان الاغاني الوطنية لما بتنزل اغنية وطنية في حدث جلل لا بتعيش قوي لان هي بتبقى مرتبطة بالاحداث فالناس بتفضل مرتبطة بيها انتي من المدرسة دي ولا انتي شايفاني دي بتبقى اغنية فترة ولما الحدث هيعدي عليه فترة مش هتسمع الاغنية دي لا طبعا انا المدرسة دي جدا بس طبعا بتفرق في حاجة واحدة الاختيار اختيار الاغنية هو اللي هيخليها يتعيش مع الناس وتعلم في ودانهم السنين الجاية يقم ما تعيش مع الناس انا بالنسبة لي اختيار الاغنية هو اهم حاجة يمكن ده اللي معطل شوية ناس كتير بس فعلا الاختيار الاغنية هو اللي مهم قوي هو اللي هيخلي الجمهور يحب يسمعها فعلا ويحب يفكل حدث وطني لان فيه احداث كتير وطنية بتحصل وفيه طبعا يعني حاجات حلوة وحاجات حلوة قوي بتحصل عندنا في البلد فبجد الاغنية دي لها بتبقى مناسبة قوي فاهماني فبتعيش اكتر اغنية وطنية سمعتيها حتى لو لحد قديم يعني وقلت يا لها الاغنية دي كتب بتاعتي وسمعي هنا اوكي محروسة يا مصر محبها قوي اوكي دي بتاعت مين محروسة يا مصر بتاعت عفاف رادي الله صوت ميز كده وعلى فكرة الاغنية دي مش معروفة قوي معناها حلوة بس اغنية دي فعلا يعني فيه كتير محد اجتماعها كتير فاهماني اغنتها قوي كده خلينا نسمع محروسة يا مصر ربنا ان شاء الله يحرص مصر شعبا واهلا وحكومة وجيش وربنا يحرصنا يا رب ويجعلها فالحلو علينا يا رب ان شاء الله سمعيني كده مين الحلوة والحلوة مين اللي صباحها يا سمين واللي مسا غرام عشقين مين الحلوة والحلوين مين اللي صباحها يا سمين واللي مسا غرام عشقين مصر اللي مفيش منها اتنين واللي طرابها دول العين واللي مسا غرام عشقين مصر اللي مفيش منها اتنين واللي طرابها دول العين واللي مسا غرام عشقين محروسة يا مصر محروسة يا مصر محروسة يا مصر ربنا يحرصنا يا رب ربنا يحرصنا كده ويديم لمتنا ويديم حبنا وتمسكنا بأردنا لحد آخر نفس فينا يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ويدينا العمر لحد لما نحتفل بفلسطين العربية ان شاء الله نحتفل قريب قوي انا مش عايز اقول ان انا بكره اسرائيل انا عايز اقول ان انا بكره اسرائيل يا جماعة مش عايزين نعايات ومش عايزين نتضايق بس فعلا حاسب يا الله وانا اعمل وكيل بكل حد وانا متأثرة جدا والموضوع تعبني ومهما طلعت ومهما غنيت فانا بوصل رسالتي ان بجد دولة مش دولة مش هنقولها دي مش دولة ولا هتبقى عمرها دولة في الحياة ده كيان ارهابي محتل وحاسب يا الله وانا اعمل وكيل وفي يوم هنيجي وكلنا هنبقى وراهم وهننتصر وخير ان شاء الله وانا متفقلة وانا عارفة ان احنا مش هنسكت عارفة ان احنا ورا فلسطين لحد الاخر وفلسطين حرة ومفيش دولة اسمها صعيف والله يبفي هو الواحد يعني مش انا نادا رحمي او شيرين او غيرنا بس احنا بنشوف فعلا مشاهد مخنا بيعطل قدامها والحيان انا بشتغل ممثلة ومزيعة مزيعة يعني بخش البيوت يعني والناس شبعانة مشاهد توجه على القلب فبعد اقولي نفسي مطلوب مني ان انا يعني مش هقولها دخل البهجة لان الحقيقة كل بيت مش بس مصري كل بيت عربي يعني الفترة دي مقهور احنا بقالنا تقريبا عدينا قصادنا العشرين يوم مقهورين بس الواحد بيحاول يبي كول يعني زي ما بيقولوا وكده يبقى هادي قدر الامكان وبالمناسبة دي مش حاجة سهلة ان انت تحاول تفصل نفسك وتبقى هادي جدا وتفتكر انك في الاول في الاخر مزيع وان الناس ملها الزم بتنكد عليها في بيوتها بس احنا بنقدمين في الاول في الاخر وبنتقصر ونومنا بيتقصر وشغلنا بيتقصر ونفسيتنا في شغلنا وفي نومنا بتتقصر فالموضوع فعلا يعني يوجي على القلب تعالي طب نسمع حاجة كمان كده شوية تطربنا حاجة تطربنا اوه انا غليكم حاجة تعيدكم جينا نعيدكن بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد لزيني يا عالم ارضي محروقة ارضي الحري مسروقة ارضي صغيرة متل صغيرة اعطونا السلام اعطونا الطفولة ارضي صغيرة متل صغيرة اعطونا السلام اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا السلام يا روحي أحسنتي أحسنتي خليني بقى خديني الأنغامي لأن أنغام دي ليها مسحة في القلبي كده يعني ليها مسحة في قلبي كده أنا فاكرة وأنا صغيرة قبل ما مبدأ أتكلم أقول ماما بابا أنا كنت بغني لالي في البيت يعني طفل عندها سنتين ونص حاجة كده بقول اللحن بتاع لالي فأنغام حالة خاصة جدا وكانش ينفي حد يغني حالة خاصة جدا غير أنغام لأن هي نفسها في حياتنا حالة خاصة جدا كلميني عن لقائك بأنغام خصوصا أنا عرفت أنت أصلا ما كنتيش عارفة لجنة التحكيم في برنامج المواهب اللي أنت كنتي مقدمة فيه مظبوط أنا محدش فينا كان عارف مين لجنة التحكيم كانت خضة بالنسبالي أنا دخلت تخضي بس بس طبعا أنا قبل ما أدخل على فكرة أنه هو أنا جامدة إيه ده فيه إيه أنا مش هتهزة أنا أنا أول ما دخلت على طفل لجيت نفسي مامل كده لجيت نفسي قلبي ده أنا مش عارفة أغني من كتر ما أنا قلبي بي عارفة لما قلبك كده يدق إجامة فنتي مش عارفة يتاقدي نفسك تبتغني 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 ترتاحي شوية طبعا مش عارفة أتعملي إيه فهماني فأول ما دخلت لقيت طبعا أستاذة أنغام ورغيب على عاما وعبدالر ويشيت فطبعا كان من نسبالي اللي هو إيه مين إيه طبعا كل التحية للفنانين طبعا كل التحية لهم بسرع لكل لجنة التحكيم يعني كل التحية والتقدير أنا اتبسطت بالتجربة دي قوي واتبسطت من كل كلمة اتقاريتلي من نجوم الفن اللي كانوا قاعدين قدامي وكانوا وقفين ورايا وكمان الأغنية اللي أنا اخترتها بجد كانت بالنسبالي برضو وحاجة حلوة قوي غنيت بنت أكابر ودي بغنتها من زي يعني أنا كنت بقلي خمس سنين مثلا بغنيها من أول ما نزلت وأنا بحب أصلا فان أنا أصالة جدا فلا جد كانت تجربة حلوة قوي بعيدا عن الخوف بس هي خوف وحماس وفي نفس الوقت انت وقفة مبسوطة قوي يعني اللي هو يا جماعة في ناس كده بيبقى ليها قراءة في ناس تقولك انه برامج المواهب دي مش بتستفدي منها لان الموضوع بيقى محسوم ومعروف مين اللي هيكسب في الآخر وفي ناس تقولك لا هي وسيلة انتشار جيدة جدا ده حقيقي وفي ناس تقولك لا ماهونتي لو كسبتي هينتجوا لك مثلا فيديو كليب أو هينتجوا لك ألبم أو يعني انتي من أنهي رأيي من دول أنا رأيي ان فعلا البرامج دي بتساعد المواهب انهما ينتشروا وكان منتجين البرنامج دول انفور ميديا بصراحة هم شاطرين جدا وعارفوا ينظموا كل حاجة صح ودوباية تي في عشان او مرة تتعاملها دوباية تي في فكانت طبعا حاجة حلوة قوي لأ البرنامج ساعاتها كان راجع بقوة جمدة جدا ومزايل راجع بقوة وطبعا في حاجاتها تحصل في الحلقات الجاية بس انا مش هحلق للناس لحاجة يعني يعني مش هقول بقى اللي حصل حاسيت انت في مرحلة معاينة ظلمتي لا بالعكس خالص مفيش اصلي مو لسه لسه ما خلصناش مفيش حاجة مفيش من ده بصراحة يعني دخلت موهبتك واثقة في نفسك هتعدي دخلت موهبتك مش واثقة في نفسك هيا الموهبة هي اللي بتحركك يعني بس انا مبسوطة ان انت شايفة انها لأ هي وسيلة انتشار لطيفة معنى كلامك ان انت خدت اللقب ما خديش اللقب في كل الاحوال انت التقيتي باللجنة عظيمة ومحترمة انت العالم كله شايفك العالم كله سمع صوتك فانا بشوف برضو ان دي ستاب حلوة جدا جدا وانت قريدي رايحة وعملى ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا مظبوط وكان عندي اغاني ليا كان عندي شايفك اختي وعندي ولاد اللازينة وعندي اغاني ليا كتير بس انا اتحدت نفسي بصراحة في البرنامج انا اتحدت نفسي ان انا لا انا هروح وهاخد التجربة دي عشان كانت تجربة حلوة قوي وطبعا فريق العمل والناس اللي تعرفت عليهم هناك من كل جميع يعني الدول فده بالنسبة لي كانت تجربة حلوة قوي بصراحة لكن لا ما فيش دور ولا فيه اي حاجة بصراحة انا شايفة ان البرنامج كان فير جدا يعني طيب هتسمعيني دلوقتي يعني حتة من الحلم العربي ولا هتسمعيني سلم على الشهده اللي معاك سلم على كل اللي هناك سلم على كل اللي هناك عمرك كان تماني الحرية لكن بلدك مش نسيك ووشك متذوق بالضعي امك صبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي ارتاح انت وحقك جاي اللي حصل ده سوابه وعظيم والليلة شهادة وتكريم عمرك كانت من الحرية لكن بلدك مش نسيك والشك متزوق بتضيق امك صبر عنك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي ارتاح انت وحقك جاي من رحمة ربنا ان الشهيد ما بيبقاش حق يعني احنا لما بنشوف المشاهد دي عالسوشال ميديا او في تلفزيون او في الاخبار اعتقد ان الاحياء هم اللي بيتجعوا اكتر بكتير من الشهيد لان هو بيبقى شايف وراح فين عشان كده في ناس كتير منهم بيبقوا بيبتسموا هو شايف هو اخريته عاملة ازاي فاعتقد ان الشهداء دول طبعا بيأثروا في الاحياء جامد بيأثروا في اهليهم في زويهم في شعوبهم في الناس اللي بتشوفهم على السوشال ميديا اذا كانوا اطفال او اذا كانوا شباب الموت والشهادة ما بتميزش خصمنا صعب خصمنا مش عايز اتكلم عن الحتة دي بس سبحان الله زي ما يكونوا يعني عارفين ايه اللي هي يعني انهي ناس هتوجعنا وبينوتوهم يعني زي كده الجرحة الدكاترة بتوى المستشفيات العيال الصغيرين اللي فيهم رضع بالمناسبة هم عارفين اللي وجع عامل ازاي فربنا يا رب ينصرنا وينصر كل الشعوب العربية بحق جهسدنا النبي ويصبرنا على على فراء شوية الورد اللي احنا لسه قادرين نطلع ورد تاني ولسه قادرين نطلع تاني يعني هقول ايه لسه الشعب الفلسطيني هيخلف ورد تاني يواجه ويكمل الرسالة ويرجع الارض ويحتفل وكل التحية والشكر لجيشنا المصري الداعم وكل التحية والشكر للبقاومة وكل التحية والشكر لكل الوطن العربي اللي على قلب رجل واحد بالدعاء او بالتبرع او ايا كان شيرين شرفتيني ونورتين خطوة عزيزة وسريعا سريعا كده في 15 ثانية عايز اعرف ايه خطواتك في المرحلة الجاية ان شاء الله انا عندي اغنيتين عاملاهم باذن الله الفترة الجاية هنزلهم بس طبعا لما الدنيا تهدى وكل حاجة تهدى وان شاء الله بدور على حاجة دلوقتي طبعا للوطنية لفلسطين وحاجة تانية لمصر يعني هنزل لتنين ان شاء الله الايام الجاية بس زي ما قلتلك الاختيار بس هو اللي بيوقفنا شوية عشان ان طبعا لازم اتقن جدا في الاختيار فانا بالنسبالي لازم اسمع كل حاجة واشوف ده هيعمل ايه بعدين لي وانت كمان مرحلة انتشار فانت محتاجة تبقى دقيقة جدا في الاختيار صحيح شرين شرفتيني ونورتيني وخطوة عزيزة وان شاء الله بتإذن الله اغليتك تتزايع لأول مرة من برنامج حكايات بنات ونكون ان شاء الله بنحتفل ب الوصول لحل ما او رجوع الحق الاهله او على الاقل يعني الدنيا تكون الاوضاع تكون هدية شوية ربنا رب يجمر بخطرنا ويفرحنا كده باخبار جيدة في المرحلة الجاية خلوني اطلع فاصل سريع وارجع تاني مفضلكم استنوني شوية